اشتركوا في القناة ايه اول حاجة جات في دماغك يعني ايه اللي انت حسيت انك عايزة تحكيه مش عارف طيب بلاش تكلميني شوية عن علاقاتك ايش معنا يعني انت ليه بتخافي من الارتباط انت عرفت منين عرفت منين ده انا اي محاولة مني للتعبير عن الاعجاب او ان انا مرتاح معاك بشكل طبيعي يعني بتفهميها وتفسريها على ان انا عايز ارتبط بك وبترفضيها فور ايوه عشان انا مش جحزة والسبب هو فيه اسباب كتيرة جدا على فكرة ممكن اقولهلك بس ولا واحد منهم حقيقي السبب الحقيقي فعلا انا معرفوش بس انا فيه حاجة جواي كده بتقاوم فكرة اني اني قابل حد جديد او اتعرف عليه اصلا او اديلي فرصة فاهمني فاهمت فاهمت جدا طب تعالي نرجع تاني بقى الاول سؤال انتي لما قلتلي انا عايز اجي ايه اول حاجة جات في بالك ماما حل حاسة ان مامتك لها علاقة بخفك من وضوع الارتباط اللي بنتكلم فيه تفتكر انتي قولي مش عارفة بس هيا ماما اقتنع ان انا متعقدة من الرجالة بسبب حظي الوحش معايهم وده خلاني معندي استقاب نفسي كده ان انا ممكن اقابل حد كويس او حد احبه بجد فاهمني فاهمت وانتي شايفة ان ده مش حقيقة مش حاسة ان ده السبب الرئيسي انا حاسة ان السبب ان ماما وانا صغيرة كدامة تقولي ان انا وحشة وان انا مش عارفة افتح بيت ولا اتجوز يعني عكس اللي كدت تقوليه لغتي امل اصلا طيب انتي مش محتاجاني هو يعني ايه مش محتاجيك او ملا انا جاي هنا ليه لان انتي عارفة المشكلة ومحددة ناس كتير بتحب تزنق نفسها في حتة ان اللي حوالي وحشين ونارسيسيس لكن السؤال هنا ايه اللي بيخليني انجزب للنوع ده من الرجالة انتي اللي عندك حلة طبعا ما ليه يعني مين اخر واحد عرض عليك الارتباط بص هو بالعقل والمنطق ذنهم شابة ما يترفضش مفوش غلطة هل اما الايه اللي خلاك يخفتي من فكرة الارتباط معاه مش عارفة بس في نفس الوقت ذنهم شاب شاطر وبيحب شغله وطموح وفي نفس الوقت احنا الاتنين من نفس المستوى الاجتماعي ودمه خفيف ورومانسي وبيضحكني ومامت وصيتي لطيفة جدا يعني احتملت بقى حامة صعبة بس مش مشكلة لأ حلو ده احنا نطلب المقزوم بقى ومالقي المشكلة طيب مش عارفة هو اول ما فاتح معي الموضوع انا ما قدتش يقول له اي حاجة من الحاجات دي قلت له اكتر تلي شي في التاريخ في الدنيا كلها خلينا اصحاب احسن خلينا اصحاب احسن ام طب تضحك على ايه انا اصلا مش قادرة اكمل كلامي حاسة اني رغيت كتير قوي رغيت ايه خالص مش اكتر مني كملك كملك يا كملك اكمل ايه ما خلاص القصة خلصت قلت له خلينا اصحاب احسن بس لا مفيش قصة بتنتهي المهم انت تكوني عايزة مش قادرة ببا مش ايه مش قادرة مش قادرة ام مش اين وانتي بس وهي هتتحل